تقدم جمال السلام مدرب الرجاء الرياضي باستقالته من تدريب الفريق الأخضر منذ لحظات من مساء يومه الثلاثاء وذلك بسبب ضغوطات الأنصار بعد قرار المكتب المديري للفريق بإبقائه على رأس الطاقم التقني للفريق وعلمت شوف سبور أن جمال السلام مدرب الرجاء الرياضي قدم استقالته لإدارة الفريق مباشرة بعد إصدار الكورف سود المساندة للنصور لبلاغ قوي دعت فيه المكتب المديري للنادي والمدرب إلى الرحيل طالبتنا المنخرطين بتشكيل لجنة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بالوزيز ويعيش رجاء الرياضي مرحلة استثنائية منذ الهزيمة التي تلقاها الفريق في مباراة الديربي أمام الوذاد الرياضي حيث تطالب جماهير الفريق بإعادة هيكلة النادي ورحيل المكتب المديري والمدرب جمال السلامي يشار أن استقالة جمال السلام من تدريب الرجاء الرياضي سبقها تقديم أنيس محفوظ الكاتب العام للنادي استقالته احتجاجا على قرار المكتب المديري برئاسة رشيد الأندلسي بتجديد الثقة في المدرب جمال السلامي اشتركوا في القناة